كنتشوف البوليميك الكبير اللي يساير على سيف الدين الخاوي تفهم البلاتويت التونسية عندهم مشكلة مع الاشخاص في عوذ اليوم يطرحونا موضوع بيه ويحكيونا عالخطط التكتيكية ويقولونا عالرسم التكتيكي وشكول الملعبية نجمو يلعبو هيضم الكل ما نشوفو هومش نشوفو كان مزالوا يسخنوا في البيت ويعودوا يحكيو في الحكاية الفارغة سيف الدين الخاوي مشيه سيف الدين الخاوي جيه يحب يعطي الزل يحب تونس يحب يدفع على ألوان المنتخب التونسي حصلوا من الآخر مع كل احتلاماتي للملعبية وراني في وقت من الوقات دفعت عليه وتكلمت عليه وقلت يستحق دعوه للمنتخب التونسي اما زي دراو مش مش تردوه هنا ميسي تونس را اليوم قاعدين نحكيو على ملعبية ملعبية تظلم جيش ليكيب ناسيونال ما كانش موجود حقه انو مش نحكيو عليه لكن الموضوع المرمو يتسكر نلقاوه بلاتويت تحكيو عليه نلقاوه في فودفاند كات يحكيو عليه نلقاوه في ايفام يحكيو عليه موزاييك كيف 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 يشوفوا الحاجات هذم الكل ويني تشكيلة المنتخب ما فهميش اشنو الخطة التكتيكية ما فهميش نمشي معاكم اكثر البعيد اليوم نلقاوه البرهومي في موزاييك مازال يتكلم على شي مجبالي وقلت الملعبية هذية ما يستحقش دعوة المنتخب التونسي في الوقت الحالي مليعبي مانجحش مع اليكيب ناسيونال مليعبي مانجحش مع عادل السليم تطلعوا فيها العيوب السبعة اما اليوم وقت المليعبي صغير باش ننتجريوه في الجروب ونخليوه يكون موجود نقولولو ليه ما تجيش على خاطر كنت خايب في دورة افريقية دونك اليوم ما عندكش الحق تكون موجود في الفريق الاول حسيروا تسمعوا حكاييات ما يزيدوا حد شي للقاء المهم اللي يستنى في المنتخب التونسي ضد ليبيا رانا تحدثنا وتكلمنا في اكثر من مرة على الملعبية هذم يا اقوى وقية! وقيت تتسكر الموضوع وجيل الصحيح! جيل الصحيح وتحكي لي على الخطة التكتيكية وتحكي لي على الفورميزيون الي بيش تبداء فيل جماعة تحكي معاه تكتيكاين تلقاه فارغ ما عنده حد شي عنده كان في الحكايات الفارغة عنده في فلين قال وفلين عمله وفلين هزه وفلين حط اما لكن يا معلم يجي حكي لي عالفورماسيون يجي قولي امام الملعبية اللي بشيكونوا موجودين ضد ليبيا ومشاركوش في المونديال هذو مليسيكزوب اللي نحب ونسمعوهم نتنيقشوا في مواضيع كما هذي مش نقعد ونتنيقشوا في الحكايات الفارغة قولي راوليس العشوري اليوم عنده مكان في تشكيله الاساسية وبشيكون موجود في الفورماسيون ضد ليبيا نعطيك وذني ونقعد نسمعك لكن ليش توقع التحكيلي على فلين عمله وفلين عمله وفلين عمله وفلين عمله وما تزيدني حد شايفي عالم كورت القدم بالنسبة لي انا راني ما نسمعكش بش نحكي على مليعبي اخر عمر العيوني كيفاش بش تكون الانتيقراسيون تاعه في يوست الجروب جاء للمنتخب التونسي تقريبا ثلاثة سنين عامين التالي في 2019 اليوم يرجع بعد ثلاثة سنين كيفاش بش يكون مع المنتخب هل بش يناجم يسجل ضد ليبيا ويوري علوه كعبه وإلا ليه اهم نقطة بالنسبة لينا في موضوع انت حلقة اليوم هو وسط الميدان المنتخب التونسي وسط الميدان اللي بالنسبة لينا نعتبره اقوى نقطة في منتخب تونس اليوم اذا كان نحكيه على منتخب التونس العب ضد استراليا والعب ضد بريزيل والعب فرانسا والعب ماتش الدنمارك رو مش هو بيدو منتخب تونس اللي بش يلعب ضد ليبيا ريتختلف الموازين لهنا منش نحكيه على منتخب ليقهر وبخصوص الموضوع هذا ري نحب نوضح منتخب ليبيا بالنسبة لينا رو فريق متواضع صحيح في عالم كورت القدم ما تحقرش الجمعيات وما تحقرش المنتخبات لكن ديما يقعد فما اسم منتخب اسمه تونس مترشح ستة مرات الكأس العالم مترشحين برشة مرات في كأس افريقيا معناها لهنية غير ما تقول يعليش تحكي على المنتخب الليبي بالنسبة لمنتخب الليبي قدام منتخب تونس ما عندوش اسبقية وما عندوش تاريخ قدام منتخب تونس مع كل احتراماتي للمنتخب الليبي لكن في المقابل متع نهارة الجمعة نحب المنتخب التونس يربح بسكور تربح بسكور وبأيدي وبإقناع توريني في وسط التيران انك اليوم بديت تبني في فريق ينجم يكون قادر انه بشي نفس في الافريق مش تبني لي فريق يلعب لي ماتش اليوم ويعملي ايكس ويربح بسيف وغدوة تقولي والله يلا غالب ممشيتش لامور بعض جمعة جمعتين نبدلوا جليل قادر نجيبوا مدرب اخر الحاجات هذم الكل ما نحب شراوهم نحبوا منتخب ذو طابع هجومي اليوم عندك 18 مليعبي من ليستا اللي مشيت للمونديال بدنا برشة ملعبية نحبهم يكونوا موجودين في التشكيل الاساسية الملعبية اللي يستحقوا يلعبوا في تشكيل المنتخب نحب نشوفهم نحب نشوف اليس العشوري ونحب نشوف عمر العيوني نحب نشوف في وسط التيران في راس بالعربي اللي تحدثت على الملعبي هذا وكنت ذات قدومه ولكن اليوم مداما جيت للمنتخب التونسي لازم تثبت علو كعبك ولازم تثبت انك انت مليعبي عند قيمة فنية نتصور في راس بالعربي بش يكون الدول متاعه في التنشيط الهجومي ومداما بدينا نحكيو عال التنشيط الهجومي نحب نسأل لاني شنور فورماسيون الي بش شفدا بها جليل قادري هل بش نشوفه ثلاثة خمسة ثنين اللي لعبنا بها اكثر من مرة في كأس العالم وإلا بش نشوفه فورماسيون اخرى نجمو نلقاوه لاربعة ثلاثة ثلاثة نجمو نلقاوه ثلاثة اربعة ثلاثة ما انو خط وسط الميدان عنا ملعبية على مستوى عالي عنا ملعبية ممتازين ويمتزوا بالسرعة لكن فهم سؤالهم حيرني اليوم كيفاش بش نلقاوه التاجينوس ما بين الياس الصخيري وعيسى العيدوني تقولي زوز ملعبية هيدهم كورو مع بعضهم ويعفوا بعضهم ممليحوا لعبوا مع بعضهم في المونديال وشوفناهم كيفاش كانوا متنسقين نقولك راو كلمك صحيحة ما لكن وقتها كنا احنا مطالبين بش نفكوا الكورة وما نصنعوش برشا لعب واذا كانت تحب تسئلي اليوم على صنع اللعب نقولك را نلقينا صعوبة كبيرة خاصة في صنع اللعب الحاجات هيده وما تسمحونش في البلاتويت البودورو الحاجات هيده وما تسمحونش يحكيوا فيها في موزاييك ويحكيوا فيها في يافيم ويحكيوا فيها في فودفاند كات ويجيوا يتناقشوا ويتحاوروا ويقول لك كيفاش تنشيط الهجوم بتع المنتخب التونسي تلقى كان ملاعبي الفلاني ما يستحقش دعوة لمنتخب التونسي تلقى الملاعبي الفلاني يستحق دعوة لمنتخب التونسي ويبدأوا يطابلولو ويقولو الارضية ويبدأوا يحكيوا عليه ليل ونهار واللي انا متأكد شخصيا اللي كل واحد عنده ملاعبي يحكي عليه كل واحد يمثل فريق في وسط البلاتويات الموجودة خلينا نرشع ونحكيه على منتخابنا التونسي في التشكيلة الأساسية اللي قلت بالنسبة ليه في وساط الميدان انك بش تلعب صخيري والعيدوني رو بش يمسكدونك بوتا على مستوى صنع الهجمة ولهنك يقول رو بوتا مش معناها رو صخيري ما هوش بهه وما يعرفش يطلع بالكورة ومش معناها لهنه رو عيسى العيدوني ما يعرفش يكاور وما هوش بهه التكنيسيان في سقيه لكن كيف يكون التنشيط الهجومي كيف يكون لانيماسيون اوفنسيف وش كون الملعب الثالث اللي بش ينجم يلعب مع الملعبية هذم بالنسبة لينا وجهة النظر متاعي محمد علي بالرمضان ينجم يلعب الرول هذي وقت اللي نحكيه على محمد علي بالرمضان في وسط التيران ومعاها ملعبية بلغة أخرى ما يسمعوش برشة لعب لكنهم يلعبوا لولا والقصيرة تصور وسط الميدان المنتخب التونسي بش يكون فيها عيسى العيدوني وإلياس السخيري في الوضعيات الدفاعية ويحاولوا يخرجوا بالكورة نظيفة والرول اوفنسيف بش يخوها في راسب العربي وإلا محمد علي بالرمضان بالنسبة لثوليث الهجوم اللي بش يكونوا متمركزين قديم خط وسط الميدان تحكيو عليهم في قدم الفيديوهات بالنسبة لينا خط وسط الميدان اللي يلازم يبني الهجمة اللي يحاول يعمل الانيماسيون اوفنسيف ويوصل الكورات للمهاجمين لما يكون عندك وستينا يصنع اللعب راك مش بش تلقى مشكل كثيرة وإن شاء الله ما نقعوش في البيج انه ما نعرفوش نصنعوا اللعب وهكيك بش نلقاوه منتخبنا التونسي تايش في الكورة ويتاول في الكورة يا إما بش تاوله عاجيها ليمين وإلا عاجيها لسار وبش نقعد ونضيعه في برشة وقت هذي الكل تخمينات وقراءة مننا احنا لكن الحاجة الصحيحة أكيد بش نشوفوها نهارة المقابلة إن شاء الله في قدم لا يميت بش نكملو نحكيو عالمنتخب التونسي اللي تنتظروا مقابلة صعيبة وصعيبة برشة صحيح ححكينا بموضوعية عالمنتخب الليبي لكن الكورة راو فيها كل شي كما تنجم تربح كما تنجم تخسر لازم تحط الأمور في إيطارها وجيري الماتش متاعك حظ موافق المنتخب التونسي هكا كمان الفيديو متاعنا نتلقاه في موعد جديد موسيقى